اخر موضوع عايز اتكلم فيه قبل ما اطلع فصل واشوف الاخبار نهاردة رابطة الاندية قررت منع عدد من جماهير النادي الاهلي من دخول الملاعب لمباراتين هايل شوف انا بقول ايه بقول هايل وكويس جدا ان حضراتكو بتطبقوا القانون من وجهة نظاركو او بتطبقوا اللايحة من وجهة نظاركو ولكن هل بيتم تطبيق اللايحة على 18 نادي او على جبهور 18 نادي ولا على جبهور نادي الاهلي انا مبسوط حضرتك اهو انا داخل قناة النادي الاهلي وبقول انا مبسوط من تطبيق اللايحة ولكن اتمنى ان يكون هناك تطبيق للايحة على كل الاندية مش على نادي واحد هو حضرتك مش شايف الاعداد اللي بتعتبر 3 اضعاف الرقم المسموح بي هو ليه حضرتك مسألتش مخرج المباراة وما بيجيبش الصورة كاملة ليه انا عندي فيديوهات بالمناسبة ممكن ازحها بعيدا عن كل ده هو مش حضرتك عندك مراقبين ولا مش بيسجله حاجة الا في مباراة معينة فهو حضرتك انا معرفش هو بيقولك تم ايقاف جمهور نادي الاهلي بسبب الشتيمة الجماعية حاجة كده طيب انا الحقيقة ما سمعتش هذا الامر ولكن وطبعا ما جاش في التلفزيون لكن من الواضح ان انت عندك ناس قاعدة في هذا الامر وانا بكلم هنا الربطة اللي انا دايما بشيت بيها في هذا البرنامج دايما بشيت بالربطة ولكن يا فندم هو حضرتك ما بتاخدش بالك من كل الاندية بتعمل ايه ببعض ولا بس حضرتك ما بتشوفش الا كل ما هو احمر الحقيقة هو قرار غريب انا شخصيا وخلي بالحضرتكم اللي انا بقولوا ده ده مسئوليتنا هنا في البيت الكبير لكن انا اتقبل هذا الامر لو حضرتك اصدرت باقي العقوبات وحتلاقيني باطلع اقول لجمهورنا يا جمهور النادي الاهلي احنا غلطنا ونستحق العقاب ولكن ازاي اطلع اقول لجمهوري احنا نستحق العقاب وحضرتك ما بتعاقبش حد تاني او اندية اخرى او جمهور اندية اخرى فالحقيقة انا شخصيا عندي مشكلة كبيرة جدا في هذا القرار العدلة مطلوبة مش حضرتك تبص بعين واحدة بس عين تبص على تشيرت الاحمر فقط والعين التانية مقفولة فاتمنى ان يكون هناك عدالة حتى في العقوبات وصدقني انا سعيد ومبسوط بان حضرتك بتطبق اللايحة ولكن طبق اللايحة على التمنتاشر نادي مش على نادي واحد انا الحقيقة برضو مش عارف ايه اللي ممكن يحصل في هذا الامر ولكن في النهاية انا بس حبيت اقول لحضرتكم ايه اللي بيحصل او وجهة نظري وجهة نظرنا هنا في البيت الكبير فيما يخص منع عدد من الجمهور او من جماهير النادي الاهلي لمبارتين قادمتين من الدخول الى ملعب المباراة